أحكام بالإعدام شنقا أكدتها محكمة مصرية بحق 14 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع بتهمة زعزعة استقرار الدولة والتخطيط لتنفيذ هجمات في القضية المعروفة بغرفة عملية رابعة ومن بين المحكوم عليهم غيابيا متهمان فيما حكم على 23 آخرين بالسجن مدى الحياة اشتركوا في القناة